السلام عليكم ورحمة الله تحية طيبة لكل من يشاهدني وياكم عليهادي علي موضوع لهذا اليوم هو شرح كابل IDE وكابل الساتن بالبداية خلي نعرف على شكل كابل IDE طبعا شكل كابل IDE يكون بهذه الصورة ونوعين بيه النوع الأول هو 40 بن والنوع الثاني 80 بن نستخدمه بنقل البيانات بين الهارد والمetherboard والسيدوروم والديفدي رابطة مع المetherboard ويستخدم مع اللوحات الأم القديمة مثل هذه تقريبا هذه وهذا وعدنا النوع الثاني من الكابلات هو أحدث وأسرع بنقل البيانات هو كابل الساتة يعني تبلغ سرعة النقل لتقريبا نقيقة ونصب الثانية هذا هو الكابل هذا هو كابل الساتة وهذه لدينا هاردات الساتة تختلف عن الهاردات التي تستخدم كابل الIDE أنه استهلاكها للكهرباء أقل يعني هاردات بتقنيات الساتة استهلاكها للكهرباء أقل مما هو عليه بالهاردات الIDE وأيضا مثل ما اذكرنا أنه سرعة النقل أكبر لوحات الأم القديمة ما تحتوي على منافذ الساتة فقط IDE فبهذه الحالة ما أقدر أربط هارد الساتة على المetherboard القديمة إلا بحالة وحدة وهي أنه تحويله تحول IDE إلى الساتة أقدر أربط بهذه الحالة لهنا أنا ينتهي موضوعي وكان موضوع بسيط حول الفرق وشكل كابل IDE وكابل الساتة ممكن أغلبنا من يفتح الكيس ويشوف هذه الكابلات ما يعرف إنه شنو هذا الكابل هو هذا كابل الساتة وأيضا سابقا كانت الـ CD room والـ DVD وكلهم على الـ IDE فساسة صارت الساتة لهنا أنا ينتهي موضوعي لهذا اليوم أتمنى أنه يكون واضح انتظروني فيديوهات أكثر إذا عجبكم الفيديو اشتركوا بالقناة حتى توصلكم كل الفيديوهات الجديدة بالختام لا يسعن القول إلا السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته